بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل القرص بتاع السويل السيبليزيشن والنهاردة بنكمل شابتر فور اللي هو الميكانيكال البروكيرتسوف سويل واحنا خدنا في بارت ماين المثال على الشير سترينس بتاع السويل النهاردة بارت تين هناخد بارتك مسال على الشير سترينس بتاع السويل بس المثال هيبقى طويل شوية عشان فيه تلات تجارب بتوع الشير سترينس برامتر ممكن يجو في مسألة واحدة زي ما هنشوف دلوقتي المثال بيقول لي اين بيقول لي نورمالي قانسوليداتي كلي وصف عن توهاف شير سترينس برامتر سيداش والفاي داش يعني هو بيقول لي طين عادي التصلب مالو ليه الشير سترينس برامتر هو مدهولي مديني سيداش والفاي داش اللي احنا نفوت بنجابهم من التجارب بس هو مدهم اللي جاهزين طيب بعد كده بيقول لي اين يعني التربة ديت تم اجراء اختبرات عليها بس على ظروف مختلفة يعني السيجما بتاعته دايما بكام السيجما تلاتة اللي هي السيل بريشر بتاعته بكام دايما بمية في كل الحالات اللي جاية يعني افترض ان التربة بتاعتك هتتصرف مالها عادي جدا مثالية تتصرف بمثالية يعني اوجد ايه بقى التلات مطاليب اول حاجة عايز الديفياتور ستريسيز اتفليير يعني عايز السيجما دي اللي هو الديفياتور ستريسيز ماشي عند الانهيار بس في حالات او ظروف مختلفة اول التجربة او اول ظرف اللي هي انها تبقى التجربة بتاعتي лонسولدات اسية الاعدة اللي هو راح لا كنا نسميه ال su test بميديني في الحالة دي الرواووتر بتاعي بخمسين يعني اليوب كام بخمسين وعايز السيجما ديفياتور عايز السيجما مين ديفياتور الحالة التانية ان التجربة بتاعتي تبقى��도 drained والباكب هاميكو كام بليوب عايز في الحالة التانية برضك مين السيجما ديفياتور في الحالة التانية المطلوب الثاني بيقولي عايز البور ووتر بريشن يعني عايز هنا بقى اليو ان اميديات اندريين تيست يبقى اليو تيست هنا احنا دخلنا هنا في اليو يو ايه تيست اللي هو اندريين تيست افزا ديفياتور استريسز اتفليار ووز تلاتين كيلو نتن على المتر سكوير يعني هو هنا عمليه عكسية مديني هنا بقى السيجما ديفياتور وطالب مين اليو المطلوب الثالث افزا سيم سويل سبجيكت تو انقومفيند كومبريشن تيست يعني تجربة الضغط الغير محاط يعني عايزي سي بتاعة السويل في الحالة بتاعة الانقومفيند كومبريشن تيست ببساطة خالص اول حاجة ببساطة هعمل السكيل بتاعي ولازم السكيل افزا يساوي السكيل الرأسي خمسين خمسين مية مية وابتدي اخد المسافة بتاعتي اللي هي مين السي داش اللي هو مديني بكام بطمانتاشر طبعا هتقولي التمنتاشر ازاي تتحطي هنا هوت خلي بالك ان دي خمسين ومية 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 وخمسين اه اسف السي داش بكام بخمسة وسبعين يبقى خمسين ومية ما بينها الخمسة وسبعين هنا لكن الفاي داش هي اللي بكام بطمانتاشر هجيب مين البروتراكتور واقف هنا هوت واخد الايه الخط بتاعي يبقى انا رسمت مين الانفيلوب الخاص بيا شكرا 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 شكرا